نفتح النافذة؟ نفتح تغريدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد قال مكتوم يتحدث فيها أن نصف الشباب العربي يفكر بالهجرة أنا معه أنا بشدد على كلام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وبقول أنه إذا بديك رأيي أنا الشخصي حتى أكتر من 50% من شبابنا عم بفكروا يفلوا لأنه اللي كانوا يتحملون ناس من زمان من 50 سنة ما بقوا يتحملون من 25 سنة وهلأ ما بقوا يتحملوا اللي كنا نتحملوا من 25 سنة الدنيا سريعة كتير والتطور وينما كان سريع كتير ونحن بعدنا لأهلأ بلادنا للأسف عم ترجع لورا يعني تحس حالك عم بتفتش على إنسانيتك بمطرح عم بتفتش على كرامتك بيستغرب أنه نحن نكون بعدنا بهذا المطرح بعدنا عم نطالب بأشياء أساسية غيرنا ما بقى يحكي فيها أنا بفهم هولي الشباب وأنا كمانا بقول أنه لهيك أول شيء أنا بدي بديهني عن جد بديهني الإمارات بعيدة 49 يمكن كان من يومين ثلاثة منحظة أنه عم بيطلع بالمقابلة بعد يومين ثلاثة وبدي أقول أنه أنتم محظوظين كتير أنه عندكن ناس مسؤولين هلقد وطنيين وهلقد بحبوا بلدهم هلقد بحبوا شعبهم هلقد بحبوا يطوروا شعبهم هلقد بحبوا يريحوا ما بحبوا يزلوا بحبوا يعطوا ما بحبوا ياخدوا منه بحبوا يسقفوا ما بحبوا يسكروا له مدارسه هيك بدنا حكام لو كل الدول العربية عم تعمل مثل ما عملوا بالإمارات يمكن ما كنا رح نوصل لهون بس إذا رح ندلنا مكافين هيك بتأسف أن يقول أنه ما رح يبقى حدا تحت أنا ما بتمنى لبناتي يعيشوا اللي نحنا عشنا وكل ما عم بتتقدم سنين لقدام عم بتحس أنه ما لهيقة في تحصن وهيقة بعدنا عم نرجع لورا فأنا بستغرب أنه نحنا بعدنا عايشين مش حسين بأقل شي من الأمان ببلادنا أنت فكرت أن في مرحل المراحل تقومين بالهجرة من لبنان أنا شخصيا كبرت على الهجرة يعني بعد عمري معين بتحسي لتروحي وتقلعي من أول وجديد وتفوتي بسيستام البلاد الغريبة عني كتير صعب بس أنا بشجع بناتي وإذا وحدة منهم قالتلي بدي يروحي يمكن قلبي رح يروح معا بس هخليها تروح لأنه هكون متمن عليها أكتر وعلى مستقبلها أكتر من ما إذا ضلت ببلدنا للأسف يعني عم بحكي هيدا الحكي بس هيدا وقع وأنا بأخذش لهذا الواقع يعني الشق اللبناني من هذا الحديث أن وصفتي بعض اللي يعيشها الشباب في لبنان ولدرجة أنت كأم ممكن تستغنين عن بنتك وتخلينها وتوافقين أنها تروح وتهاجر نظرا للأوضاع وعش اللي يتغير في الشباب اللي موجود تحت بعد التفجير الأخير تفجير المرفأ هو يتغير مش بس بالشباب بكل الشعب اللبناني يعني بتحس الشعب اللبناني فيه بعيونه حزن ما بقى مبسوط عم بحس يعني لأول مرة بحياتنا منحس باليأس دايما كان عنا عطول أمل أنه أوكي تكسر هيدا منرجع من عمر صار هيك منرجع من زبط هيدا سرقنا منرجع من جيب هيدا صح هلأ وصلنا لمرحلة كل شي راح يعني الناس اللي كانت حتى شوية أمان بالبنك راحوا مصرياتهم الدولة مش مأمنت لنا بديل كل شيء الأمور الأساسية الحياتية يعني يلي مفروض تتأمن يلي هي المينموم منا بقى مأمنة فوق هيدا وكله بصير انفجار بهيدا الحجم تتدمر مدينة كاملة بيتدمروا البيوت بيموتوا الناس بيموتوا الولاد وما حدا بيسأل ولا حدا بيعرف شي بتقولي أنت شو بعدنا عم بعمل هون في حق قدنى من الإنسانية مطلوب ما عندي إياه ليش بدأ يبقى هون شو فيه بعد شو أكتر بعد بدون يأخذوا أخذوا كل شيء شو ما بدون يأخذوا أكتر من أنه أخذونا أخذوا حالنا سرقونا دمرونا دمروا البيوت دمروا أخذوا أولاد الناس من بين إيدان أهلهم شو باع كرمال مين كرمال شو تعتقدين الوضع راح يتحسن رأييك أنت الشخصي أنا ما بدي كون متشائمة كتير بس رأيي شخصي أنه ما بقى كتير عندي أمل أنا صراحة لا ما بقى عندي أمل لأنه عندك عندك ناس موجودين مش راح تقدر يتقبعيهم بسهولة مجزرين ما بدي أقول هيدا شي بطلع هلأ كتير سئلة وكتير متشائمة بس لا بلأكس يمكن قد تكلمين يعني لسان الواقع لسان كتر حالنا بقى نفهم أنه نروح نفتش على حالنا بمطرح تاني نفتش على إنسانيتنا كرمتنا نلملم ونروح يعني تشجعين مبدأ الهجرة إذا حدا بيقول لي أنا بدي أفل ما بنصحه يبقى بس مش أنا بقول له أفل بكتفي بهذا القدر الرسالة واضحة ووصلت الله يرجع لبنان مثل ما كانته أحسن إن شاء الله ولربما المستقبل يمكن تشوفينه شوي مظلم لكن أكيد بعد الظلام في هذه بصيص الأمل نور في آخر النفق دائما لازم واحد يحط الأمل نور البطلعنا اشتركوا في القناة